تصدي لفيروس كورونا تصدي لفيروس كورونا قد يتراجع هذا العام إلى حد يصبح فيه شبيها بالإنفلوانزا الموسمية بعد دراسة الوضع الصحي في مملكة البحرين ومتابعة نسب الإشغال في المستشفيات والعناية المركزة للحالات القائمة بفيروس كورونا والتي أشارت إلى أن الوضع الصحي في المملكة نجح في التصدي لفيروس كورونا فجاء الإعلان عن تحديث عدد من الإجراءات المتعلقة بالتصدي لكوفيد-19 اعتباراً من الأحد التاسع عشر من مارس الجاري وتتمثل في اعتماد الفحص السريع كأداة تشخيصية في مراكز الرعاية الصحية الأولية دون الحاجة لإجراء فحص البي سي آر إلا للحالات التي تستدعي ذلك حسب التقييم الطبي وإلغاء إلزامية فترة العزل الصحي للحالات القائمة بالفيروس مع حثهم على عزل أنفسهم لمدة خمسة أيام على الأقل وتشجيعهم على عدم المخالطة تأتي هذه الإجراءات في ظل ما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية في وقت سابق بأن خطر فيروس كورونا قد يتراجع هذا العام إلى حد يصبح فيه شبيهاً بالإنفنولز الموسمية ويبقى التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضرورة حتمية في جميع الأوقات والظروف مع الحرص على تعزيز الوعي المجتمعي من خلال المبادرة بأخذ التطعيم المضاد للفيروس بكامل جرعاته وإجراء فحص فيروس كورونا عند الشعور بأي أعراض للفيروس وذلك حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة ترجمة نانسي قنقر